صباحكم خير ومحبة وسلامة بهذا الدرس أريد أشرح لك ليش أنت بعض الأحيان تترفض من الشركات وحدة من الأسباب الرئيسية اللي الشخص يواجه مشكلة بالتقديم على شغل هو عدم إمكانيته أو عدم مقدرته من كتابة السيفي اللي هي السيرة الذاتية طبعاً ليش إحنا ده يعني الشخص يجي شي سوي يجعلين أنترنت ينزل لها فورما ويمليها ويقدمها حقيقة وحدة من أهم المسائل اللي يهتمون بها الأجانب بالخارج هي كتابة السيفي السيفي يحتوي على كثير من المعلومات اللي تخص الخبرة مالتك عمل التطوعي الشهادات الأكاديمية حتى الأغلاط الاهتمام بالكلمات وطريقة كتابتها الأفعال اللي تتخليها للدلالة على طريقة الشغل مالتك كلتها تلعب دور بتطوير السيفي مالتك وبالتالي الحصول على عمل بوحدة من الشركات خاصة الشركات بالقطع الخاص نحسين جدا من ناحية انتقاء الأفضل لأن هما يركزون على النوعية ومن فقط الكمية يعني هو موظف ويجي يشتغل ويحصر راتب بنهاية الشهر وانتهى الموضوع لا سواء اشتغل أو كان عنده انتاجة أو لا شغل ونجاح الشركة معتمد على نجاح الأفراد فداما الـ HR بالشركات خاصة انقطع الخاص يهتم بالسيفي بالحصيل التراكمي للخبرات ولا تنسون دونالد ترامب بالوقت الأخير وقع أعتقد إذا أنا غلطا على قرار يركز بي على الاهتمام بالخبرة قبل الشهالات الأكاديمية أو التحصيل الأكاديمية يعني الخبرة هي نتاج كمية الشغل والفشل والصعوبات اللي واجهتك للوصول إلى نقطة معينة فراحش راح لكم بهذا الفيديو بسيط طريقة كتابة السي بي بطريقة مناسبة حتى تقدر تقدم بها انت تريد تقدم على بعثة تريد تقدم على دراسة بجامعة أمريكية أو بريطانية أو بالخارج ان شاء الله بعد ما ينفتح الحضر وينتهي موضوع الكورونا بإذن الله يعني طالب يجي رأسا يقدم بس هو يعني الشروط للتقديم ما مستوفيها شنو شروط التقديم أولا ما مشتغل عمل يعني متطوع ما مشتغل على نفسه ما مطور اللغة ماتها الكتابة ماتت تعبانة جدا معدل قراتها أقل من 300 صفحة بالشهر هذه كلتها عوامل ما تخليك راح تكتب مقالة جيدة نفس الوقت ما راح تخليك تقدم سي بي جيد فأنت ما راح تكتب راح تكون تعتمد على أصدقائك وبالتالي عملية راح تفشل حقيقة ما راح تنقبل عملية الحصول على البعثة هي أخر شغلة تفكر بيها إذا تريد تقدم على البعثة لا تفكر بالبعثة أوكي فكر أنه التاريخ مثلا بعد فد أربعة شهر ينسد التقديم لا تروح تبدي تمليل الأبليكيشن أنا وين أروح؟ أروح على الاستماعات المتطلبات كل وحدة أكتبها أطبعها وأخلي قدامها صح إذا أنا مستوفي لهذه الشروط مالتها إذا ما مستوفي لا تحاول تقدم مجرد التعب نفسك وبالتالي المحصلة 2003000 مقدمين راح تطرح الأوراق مالتهم وحيشوفون منه السي في المناسب وحينتقوا لأنه الكتابة ماتة جيدة المقالة جيدة ماتة إضافة إلى عامل أخرى فخليش راح يكون بهذا الفيديو البسيط مكونات السي في وشون نحن نقدر نركز على تطويرها خاصة إذا ستدى تشوف قدامك يعني حاليا خاصة إذا تشوف قدامك طريقة السي في ومكوناتها مثلا هذه مال ألون ماسك أو أحد الناجحين على مستوى العالم دائما يخليه يركز على البساطة فتتلاحظ أنه متكونه من ثلاث عناصر أساسية هنا اللي هي المقدمة الهيكل الرئيسي للخبرات والتراكمات والعمل والإنجازات مالته أو اللغات اللي يدي تحدث بها إضافة للعوامل الأخرى هو محتاجها حسب الشركة العنصر الأساسي اللي أريدك تهتم بكتابة السي في هي عملية انتقاء الكلمات الجيدة والاختصار وعدم الخوض في تفاصيل أنت يعني الشخص اللي سيجي يبحث عنها ما سيجيها بالمقدمة الخاصة بالسي في فخلي نشوف بهذا الدرس شوي وشرح بسيط على السي في كيفية الكتابة الثانية هذه مثل ما دتلاحظ السي في يعني نموذجية اختارت الاسماتي طبعا أنا اسم المفروض أكتب بالإنجليزي مثل ما دتلاحظ هذه يعني الفورمة المعتمدة بجامعة هارفورد حتى دتشوف هنا هارفورد يونيفرسي فاني متعمد نزلتها حتى تكون اوثنتيك حتى ما نحاول انه نلف وندور ونخلي صورة وكذا وهذه الشغلات أولا تبدي بالمعلومات الأساسية هنا تقدر تكتب رقمك إيميال لك والعنوان ماتك فهنا أنا أنا راح ما أضيف المعلومات كلها مجرد حتى أنطيك فكرة وحيخلي رابط للسي بي هذي تنزلها وتعيد بناءها على وفق المعلومات الخاصة بك أولا تبدي اجيكيشن اللي هو التعليم بعد ما تكتب اسمك طبعا هنا اللغة الإنجليزية حسب الحاجة ديجري اللي هي الدرجة اللي حصلتها كنسنتراتيشن شنو كانت تخصص اسماتك جي بي اي اللي هو جريد بوينت تاورج واللي عادة يكون هو أقصى حد أربعة إذا كان موجود تقدر تخلي هنا فأني كان مثلا جريد بوينت أفريج ماتي 4.7 ام ثيسز إذا كان عندك أنت دراسات ماجستير أو دكتورة طبعا تلاحظ أنا من بديت أكتب ممكن هنا نحولها حتى تكون نساقية نخليها إذا أنت بكالوريوس هنا اماي كامبرج تغير الجامعة مثلا باكداد يونيورسيلي وإذا كان عندك عمل آخر متفرق من عده تقدر هذه أصلا تنطيها delete باشرة لإختصار study abroad إذا كانت موجودة شنو اللي اشتغلت بالخارج name of high school اسم المدرسة الإعدادية أعتقد حتى هذه مع الهداعي يعني نجي رأسا على experience هنا طبعا هذه organization position title أنا أنصحك أول ما تجي إذا أنت عندك حصيل خبرات أكثر شي تسوي لها تلاحظ أنه يحتاج لنا شوية جهد بها يعني بالنسبة للتعديل فشوية ممكن أن أتعذبك لكن نصيحتي أنه تستمر بهاي الحالة يعني تسوي هن شوف بهاي الطريقة فاش راح يصير عندك راح تسهل عليك العملية أكثر لأن هنا راح تبدي تحجيل على اسم المنظمة أو الشركة غير اسم المنظمة أو الشركة اسم المنظمة أو الشركة وعلى أساسها تبدي تبني الخبرات ماتك فأتى كل عمل اشتغلت تيجي ترتب لاحظ أهم شغلة تنتبه لها أنه آخر عمل تدخلي بالبداية أوصف الشغل ماتك دائما أبدو كل السطر ب action verb action verb يعني شنو مثلا يعني هنا مثلا developing activating stimulating accumulating workers هي تشي هذي الأفعال اللي ING لين بيها نشاط بيها حيوية أكثر فدائما نكون جاذبة للانتماه نيجي على leadership activities طبعا إضافة ال organizations هنا نعدي leadership activities شنو الأدوار القيادة اللي سويت هنا طبعا أنت أكو مئات من النماذج CV هذه واحدة بسيطة جدا بس الفكرة المحتوى مالتها قبولك في الجامعة يكون مشروط جودة CV MATEC وجودة المقالات اللي انت كاتبها فنان نشنو الأدوار القيادية اللي سويتها ثنية ثلاث أربعة حسب التاريخ وشوف المدينة نان state يعني تقدر سويها country أو البلد بس لاحظ هنا حصل شوية بها merging لازم ترجع وتعيد التقديم لين هذا كيبورد وهذا مايكروسوفت نجعل skills and interest تات cv صفحة واحدة إذا قدرت تمليها صفحتين ثلاثة Elon Musk عند الصفحة واحدة أعتقد اللي شفتوها المهارات طبعا هذها هماتين languages اللي تتحدث بها هذه تقدر إذا أنت بالجانب العلمي laboratories شنه اللي مش دغله والاهتمامات ما تك الانجوجيز أهم شي طبعا تعرفون عن إش كدأ أحب هلان نقدر نكتب Arabic native Arabic وتقدر تقول native speaker English أقدر أنا بالنسبة لأ أقول intermediate French بالنسبة English French تقدر تقول مثلا beginner خطوة تلاحظ تفاصيل بسيطة جدا لكن الخطوة الأساسية هي ترتيب أهم شي ترتيب يعني إذا الترتيب ما تك سكود ترتيب ما تك مزن ما رح تنقبل لو ش ما ما يكون فهذا انتبه عليها هاي الحالة ضرورية جدا يعني خاصة إذا أنت تريد تقدم على شركة أو عمل ضرورية تهتم بها بالنسبة المهارات أيضا عندك Microsoft عندك Dopey عندك هذه التطبيقات تابع عليه فيديوهات على اليوتيوب يعني ما رح تخسر شي إذا تابعت لك 15-20 فيديو على مدار اليوم تعلمت اليوتيوب بمساء خرافية واحدة يتعلمها حتى تقدر تصير حكرة من اليوتيوب كو ما شاء الله تقدر ترجمة نانسي قنقر